في ربوع الجبال الأطلسية أي في مدينة إيمو الزار وحاجب وغير ذلك يعني هو الذي اختار الوجهة هو الذي اختار الوجهة الغريب ومع الأسف الشديد وهذا شيء أثر فيه كثيرا أنها تكثرة كان إيمو الزار مع الأسف الشديد الأطلس عموما كان هناك تعامل المتحرة والغريب والأغرب أنهم كانوا يعرفون الأماكن الدعارة التي لا نعرفها فكان جوابه على أن الليبيين السابقين هم الذين أكشدوا في ليلة من ليالي من سلك الليلة الحمراء وطلبوا مني مثلا أن أذهب معهم إلى دور الدعارة ولكن أنا سأتكس كثيرا سأتكس كثيرا للوضعية النساء والوضعية الفسيات في تيكرون الحرام والذي دفعوهن إلى ممارسة الجنس وقررت كلما دخلوا إلى المنزل إلا أن أجلس في مقاء وكون سأسره كثيرا أطمئنك على أن الوضع الآن تغير تماما لم تعد هناك ولو رائحة لمثل هذه والحمد لله ولكن في تلك الفسران سأسر عزيز سأسره كبيرا لما كنا في إفران أنا أشير إلى جمالي الطبيعة وإلى الأشجار وإلى غير ذلك ولكن ما كان في كلهم منصب على الجنس فقط ربما هذا كان متنفس بالنسبة لهم لأن في إفريبيا كي عيشوا نوع من القهر نوع من الضغط من طبيعة الحال هو أحكى لي الناس على أن يصبحوا ما أعرف هل لازال على قيد الحياة وهل هذا الاسم حقيقي مثلا أو رمزي اسم حقيقي اسم الحقيقي لأن رواية فيها الأغلبية من الحقائق وطبعا هناك الخيال طبيعة الحال لأن الأذيب دائما يستعمل الخيال في كتاباته إذن ف